يعني دي أول حاجة وأهم حاجة إن إحنا نسيب كل مشاكلنا إن إحنا عايشينها طول السنة في البيت وأنا عايز أقولك كمان إن أحياناً بيبقى يعني أنا بتكلم بقى للست والراجل مع بعض يعني كفاية بقى يعني أنا أفتكر زمان وكنا برضو إحنا في طريقنا للمصيف كنا كلنا في عربية واحدة ممكن دلوقتي كل واحد عربية ومعرفش إيه لكن كنا كلنا محطوطين في عربية واحدة فكان برضو في معيني يعني أنا بس بقول لهم إن إنتوا لما تكتمعوا حتى في طرق المواصلات إن إنتوا راجبين عربية واحدة الكلام اللي كان بابايا بيقولوا الحاجات دي أنا ما بقدرش ننساها يعني الراديو اللي كان شغال الإزاعة إن أنا حبي في الإزاعة ومزيع الراديو ده جي من وأنا صغيرة لما كان بابا دايماً يشغل الراديو يقول بص المعلومات بص أم كلسوم بص ما عرفش يعني فيه ذكرة حصلت تتسابت آه يعني فيه ذكريات لا تنسى في دماغي أما بقى ذكريات الست والراجل لما كانت أمي تعمل الترموس الشاي وطيب تطوي الطريقة عاملة تقولوا الشاي ليه طيب ما إحنا ممكن نقف نشرب شاي يعني أنت مالك بدلعة قوي كده ليه فبرضو أنا شوف أنا بتاريق كنت وكنت داوي إن الأم مثلا عملة تعمله صندوشات وتديله وسايق واخدين كده إيه عمين يتكلموا وأختك عملت ممعبش مين يعني لهو المصريين الحقيقيين دلوقتي تحس إن ضربين النظارات وحطين السماعات الأيربادس في ودنها ونايمين في العربية خلوا بنا خلوا فيه حوار في العربية وانتوا رحين تصيفوا طبعا يعني أنت فاهم يعني لأنه هو ده اللي بيبقى يا إيماني يعني أنت برضو بتقوليلي اشمعنا يعني وهي تعب نفسها ليه تعب نفسها قوي حقيقة أن هي الست المصرية اللطيفة دي مدركة بفترة سهلة جدا أنه هو كمان من حقه يتبسط فهي جزء من مهمتها اللي هي بتحطها لنفسها يعني تقول للوقت أن هي تبسط الراجل ده يعني الراجل ده تعب علشان يحقق لنا فكرة المصيف وبتاع وحاجات ويالله نطلع نفرفش فكمان هو لازم يتبسط أعتقد كمان أن نجاح الحاجات يا إيماني يعني النجاح في العلاقات دي ليه علاقة بالست أكتر من الراجل يعني الست دايما هي الأدابتر اللي بيثبت كل المسائل اللي بيثبت الأطفال يعني لو أنت بتتكلمي عن المشاركة وبتقولي كان فيه حكايات بتبقى دايرة في العربية حكايات دايرة طبعا الحقيقة أن النهار ده أنت عملة تفتكريها وتبتسمي حتى لو مش لاقي حد تتكلمي معا عنها من اللي شاركك اللحظة أنت دايما وشك مبتسم وانت بتفتكري صوت ماما وبتفتكري صوت بابا وبتفتكري صوت أخوكي وصوت أختك كل بصي الأصل في المسائل يا إيمان هي المشاركة إحنا قد إيه هنبذل جهد علشان نشارك بعض في أن إحنا نحقق سعادة وهو الموضوع دا على فكرة هو مجهود طبعا هم بس الناس فكرة أن السعادة دي بتيجي يعني اللي هو إيه أنا إزاي ما اتجوزتش وبقيت سعيد هو السعادة مش مربوطة بالجواز هي السعادة مربوطة أنا هعمل إيه في جوازي عشان أبقى سعيد طبعا يعني أنا هشارك جوز إزاي أنا هضحي بإيه وهنور إيه ما هو كل راجل في عيوب وأنا في عيوب بس أحيانا الواحد ما بيفامش الحاجات دي غير على كبر